السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم بنا فاتح من قناة ياسمين لتعليم الكروشيه الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رجعت لكم حبيبي بغرزة حلوة قوي نرجع بقى للغرز بتاعتنا بس هنعمل شوية غرز صيفية حلوة خفيفة وزريفة نقيت لكم كم غرزة كده عايز اقول لكم كل سنة وانتو طيبين ينعاد عليكم بالخير يا رب يلا عشان ما اطولش عليكم نعمل كده مجموعات غرز كده في رمضان خفيفة وزريفة تنفع لبلوزات صيفي تنفع لأي حاجة لفاساتين اطفال كل اللي تحبوها تلاقوه في الغرز اللي انا هعملها لكم بامر الله يلا بينا يلا حبيبي يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم الغرزة اي خيط صيفي عندك هتقدر تستخدميه للغرزة دي تمام هعمل عقدة البداية اهي تمام وهجيب الابرة انا بستخدم دايما في الخيوط الصيفي معدل كوتن جولد بستخدم ايه بالرقم اتنين والكوتن جولد بستخدم ايه بالرقم تلاتة اه هقفل عليها كده تمام وبعدين عايز اقول لك ان الغرزة دي مضاعفات العدد تلاتة يعني هعمل واحد اتنين تلاتة كمان واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة على حسب العدد اللي انت عايزاه يبقى فقط مضاعفات العدد تلاتة اكمل وارجعلكم خلصت كده مضاعفات العدد تلاتة عينة صغيرة كده عشان تشوفوها وهبدأ بعد كده هطلع بيه تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهسيب السلسلة عقم اربعة وهدخل في السلسلة عقم خمسة وهعمل عمود بلفة وهي الراوند ده كله او هدخل في كل سلسلة اعمل عمود بلفة يبقى الراوند سهل كده نعم وعايز اقول لكم ان الغرزة دي تكرر سطرين بس يعني سطر وسطر مرزة سهلة وبسيطة وحلوة وبتديك تفرغات جميلة وشكل جميل قوي في البنوزات وكل ملابس الصيفي تمام نخلص بقى الراوند ده كله عبارة عن عمود بلفة وارجعلكم خلصت حبيبي زي ما انتم شايفين كده وتأكدت من العدد الاعمدة اللي هي مضاعفات العدد تلاتة هبدأ بعد كده اطلع به عشر سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وهلف الشغل بتاعي كده اهو وبعدين هلف على الابر ستة لفات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى انا هعمل عمود بستة لفات هنا عند اول عمود مش هشتغل هروح عند العمود اللي بعده مباشرة اهو وهدخل كده اخرج من حلقتين ادي واحد حلقتين ادي اتنين حلقتين ادي تلاتة حلقتين ادي اربعة حلقتين ادي خمسة حلقتين ادي ستة اخر حلقتين سبعة يبقى كده عملت عمودين اهو بستة لفات هعد كمان ستة لفات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تمام هدخل في العمود اللي بعده مباشرة اهو اخرج من حلقتين ادي واحد اخرج كمان من حلقتين ادي اتنين كمان حلقتين ادي تلاتة هعدل نفسي كده اهو بسو التلاتة اعمدة اهي اعمودين ونص هاجي بقى هحرك التلاتة اعمدة دول كده هجيبهم كده قرب لكم الكاتر شوية اهو شايفين كده تلاتة اعمدة دول اعمودين دول والنص ده هدخل هنا كده اهو وهاخد كأنني بعمل غرزة حشو خلاص وبعدين اخر من حلقتين اهم وبعدين كمان حلقتين كمان حلقتين اخر حلقتين وده الشكل شايفين الشكل بقى ازاي تاني هنعدها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهروح عند العمود اللي جاي مباشرة اللي علي الدور اخر من حلقتين ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واخر حلقتين سبعة ارجع كمان مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هروح هنا للعمود اللي علي الدور اهو اخرج من حلقتين ادي واحد حلقتين ادي اتنين حلقتين ادي تلاتة اربعة خمسة ستة اخر حلقتين سبعة اعملت انا كده كم عمود عمودين بقى التالت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اروح هنا اخرج تلات مرات بس اهو ادي مرة مرتين تلاتة اعدل نفسي كده اعدل الاعمدة بتاعتي كده زي ما انتم شايفين اشدها كده اهو بس ما احاول ان احنا الخيط ما يخرجش مني وبعدين اروح كده من هنا الف كين اللي بعمل حشو اخرج ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة عشان يبقوا ستة تلاتة تحت وتلاتة فوق ستة ودي اخر حلقة السبعة اهو بصوا كده الشكل كمان مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هروح هنا كده عند العمود اللي عليه الدور انا مشي بالترتيب واحد اخرج من الحلقتين ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اخر حلقتين سبعة اقرر الحكاية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اروح العمود اللي علي الدور. اخرجهم من حلقتين. ادي اتنين تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. واخر حلقتين سبعة. يبقى انا عملت كده كام عمودين. التالت بقى. هو اللي هقفل به. على الايه? على العمودين. تمام? هلف واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة ستة. اروح للعمود اللي علي الدور. اخرج من تلاتة ادي احدى مرة. اتنين. ادي التالتة. اشد كده. اهو. وامسك الاتنين دول كده. اجمعهم كده. وادخل من هنا. اهو. تمام? اشد كويس. اخرج من تلاتة حلقات بقى من تلات مرات ادي واحد. اتنين. تلاتة. ودي المرة الاخيرة. واشد كده. عشان ليبقوا الاعمدة متساوية. اهو. بصوا بقى الشكل. تمام كده. خلاص حفزنا بنعمل ايه? هنكمل بقى الراون بنفس الطريقة دي لحد الاخر. تلاتة تلاتة عمودين والتالت نقفل. عمودين والتالت نقفل. انا خلصت حبيب اهو رجعت لكم عند اخر حاجة علشان برضو تشوفوها معايا. انا عملت عمودين اهو. واحد الف بقى اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اخر مكان لاخر عمود هنا اهو. عندي. هدخل. واخرج ادي واحد. اتنين. تلاتة. وبعدين اعدلهم كده. ادخل اهو من هنا. واخرج من واحد. اتنين. تلاتة. واخر واحد اربعة. عشان يبقى ده الشكل بتاعي بالمنزر ده كده. شايفين? شكلها حلوة او ازاي? طيب الراوند رقم اتنين وهي خلاص الغرزة اتنين راوند فقط لغير. هنطلع بتلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. واللف الشرل بتاعي انا مش هشتغل. هشتغل فوق كل عمود اللي هو الاعمدة اللي بست لفات عمود عادي خالص اهو. زي اول راوند. مش اول راوند كان اعمدة. اللي هو الراوند ده كان عبارة عن اعمدة. الراوند ده هيبقى برضو عبارة عن ايه? عن اعمدة. اهو. هخلص الاعمدة. خلاص كده حبيبي اهو. ادي كده الغرزة اكتملت. يبقى هنا عندي سطر الاعمدة والسطر ده. الفيونكات. السطر اللي بعده الاعمدة ده هيبقى اهو عشر سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. وهلف الشغل بتاعي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وهكرر نفس اللي احنا عملناه قبل كده. هنكرره تماما. يبقى السطور بعد كده هتبقى عبارة عن تكرار السطرين دول. ما فيش اي تغيير ولا تجديد ولا اي شي. خلاص عملت عمودين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هروح للعمود اللي بعده. اهو. واحد اتنين. هخرج مني بصوا بقى. اهو. خلاص. يبقى انا بكرر اللي انا عملته في السطرين دول. الغرزة شيك اوي. وخفيفة كده وجميلة للبلوزات الصيفي. لاي مشروع. اي مشروع انت عايزة تعمليه. انا مش اقيدك بمشروع معين. انا هتديك الغرزة وانت يوظفيها زي ما تحب. تعالوا قريكوا العينة اللي انا عملتها لكم. اهو. الغرزة في ملتها الشياكة وعايز اقولك انها مش وقت خيط وخفيفة جدا. اي خيط انت عايزة اي خيط صيفي هتستعمليه هيبقى في المنتاج شياكة زي ما انت شايفة كده. الغرزة ماشية. عايزة اقولك كمان معلومة ان انت انا هنا عملت سطر واحد اعمدة. لو انت عايزة تقللي الفيونكات دي. ممكن تعملي مسلا سطرين تلاتة اربعة اعمدة. وسطر واحد فيونكات. سطرين تلاتة اربعة اعمدة. وسطر واحد فيونكات. عشان تقللي الفيونكات دي. برحتك زي ما تحبي. عايزة تسيبيها زي ما انا عاملها كده. مفيش اي مشكلة. يا رب يا رب اكون أفدتكم وتدعموني بلايك وشير وكومنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته